رانيا مصابة بمرض حساسية القمح أو السيلياك منذ ثلاث سنوات وهو ما دفعها لاتباع حمية غذائية خاصة تتجنب فيها كل الأطعمة التي تحتوي على مادة الجلوتين الموجودة بكثرة في القمح والشعير والتي تسبب لها حساسية شديدة بمجرد تناول بعضا منها خبز واحد ما بقدر يعيش بدون الخبز فصرت أشوف البدائل طبعا عندك طحين الدرة طحين الرز طحين بطاطا تابيوكا فرق بشكل كبير بالأول كان جسمي كتير تعبان انتفاخات دائما موجود وجع راس تعب إرهاق بعد ما عملت فحص الجلوتين وطلعت النتيجة وبلشت أتحمى مضبوط ما بدأ قولك مثل السحر هو بالفعل مثل السحر انتفاخاتي كلها راحت النشاط صباحي رجع طبيعي هو مرض بحيث المناعة ما بتقدر تتقبل شيء اسمه جلوتين يعني هو بروتين موجود بكل شيء منتجات القمح مثل الخبز الباستا موجود كمان بشعير وبالراي البدائل هو عادة بكون بالخبز المعمول خصوصي جلوتين فري أو بتصير بتتناول مثلا الرز يعني السورس طبع النشويات بتستبدله بدل الخبز والباستا بالرز مثلا أو بالدرة رانيا وجدت ضلتها عند أريش جمعة المتخصصة في صنع الخبز والحلويات وغيرها من الأطعمة التي لا تحتوي على مادة الجلوتين والتي يصعب إيجادها في الأسواق فهي تحضر أطباقا شهية من بداء الغذائية للمصابين بحساسية القمح والمصابين بالسكر وغيرها من الأمراض بدأت من 25 سنة وقت الإختي صار عندها تشخ خصولة بهذا المرض مرض هو مرض وراثة اسمه سيلياك وبلشت أختبر يعني أعمل جرب أعمل لها كيك أعمل لها خبز أعمل لها كوكيز حلويات وشوي شوي صرت أشتغل أكتر للعالم كمان أنا مش بس بيستخدم طحين الرز طحين الرز هو الأساس بالجلوتين فري بايكينج أنا بيستخدم مؤكيد بس بيستخدم كمان تقريبا عشر أنواع تانية من الطحين اللي هي جلوتين فري فلاور لا يوجد علاج لمراض حساسية القمح حتى اليوم لكن باتباع حمية مناسبة خالية تماما من القمح ومشتقاته التي تحتوي على جلوتين قد تكون الطريق الأقصر لحياة خالية من المشاكل الصحية أيهم القاسم اليوم أعلى الحرة حساسية القمح ليست النوع الوحيد من الحساسية الغذائية الأنواع من الأطعمة وخاصة القمح بالنسبة لحساسية الطعام عند الأطفال محظمها بتيجي في السن الصغير ونسبة حدثها من 3% إلى 5% وبتقل ما تقدم العمر طبعا نتيجة الحساسية دي التفاعل هو عبارة عن تفاعل الجهاز المناعي للطفل لبعض البروتينات الموجودة في أنواع معينة من الطعام مثل الأمح مثلا المأكلات البحرية الفول السوداني الألبان معظم الطعام أدايت فيها بعض البروتينات جسم بعض الأطفال بيتفاعل بيانتج حاجة اسمها الأنتجن وأنتي بودي أجنس الأنتجن فبيؤدي إلى زيادة نسبة الهستامين في الجسم فبيؤدي مضاعفات الحساسية للطعام وده بتظهر بعد الطعام من دقائق إلى ساعات وفيه فرق كبير جدا بين حساسية الطعام وتسامم الطعام حساسية الطعام دي بيبقى فيه انتفاخ في الشفتين والفم كذلك فيه طفح جلدي زي الناس بيجي لهم مثلا حساسي من فول السوداني مثلا أو زبدة الفول السوداني بيحصل ديركت بعد حوالي من دقائق إلى ساعات فيه من الكيوي مثلا فيه بعض الأماجل فيه بعض الألبان بعد فراولة بعد الموز الألبان الخوخ كذلك فبيحصل الجسم بيستجيب لها بالأنتي بوديز فبعد بيطلع الهستامين فبيبين على جسم الطفل طفح جلدي احمرار في الجسم وبعض الأحيان بيحصل قيء وإسهال طب على أي أساس يعني جسم مين اللي بيحصل له حساسية ما هو دلوقتي أو فيه مثلا حد يبقى عنده حسام الموز وحد تاني مثلا عنده حسام الفراولة لا هو موضوع حسيات الأطفال ديت أو حسيات الطعام عند الأطفال غير ما فيش سبب معين هل نقدر نقول الطفل ده يحصل له حساسية من نوع معين من الطعام ولا لا إلا بعد ما يجرب الطعام ده فيه في بعض اللي كثيرا بيوصفوا حاجة اسمها مزرعة الحساسية لا مزرعة الحساسية ده بتفيد في بعض الحاجات اللي هي دي حسيات الغبار وحسيات الأتربة وحسيات الأدوية حسيات الأدوية أما حسيات طعام ملهاش حل غير أن انت بتجرب يعني بالتجربة تجربة الطفل النوع بيقض طعام معين بيحصل له حسية فالعلاج بتاعها إن احنا بنوقف طعام ده عن الطفل بس بعد فترات معينة من الزمن إن الحسية نسبتها بتقل عند الطفل بالنسبة لنوع المعين من الطعام بس بنوقف الطعام ده ولا كمان في بعض الأدوية ممكن نديها للطفل ممكن تعالجه من الموضوع ده ولا خلاص ما بيتعالجش لو هو عنده حسية من أكل معين هيفضل طول عم لا هو إلى الآن ما فيهش علاج إنه يمنع الحسية من حاجة معينة بس لو فيه مضاعفات حصلت فيها أدوية بنيديها لأنت يستملك في الحالات الأولية لو الحالات كبيرة شوية وحالات حصل فيها تطور مضاعفات أكتر يعني أيئذ الحالة اللي بتقول عليها دي حالة صغيرة ومش حالة كبيرة وإيه الحالة كبيرة؟ الحالة الصغيرة اللي بيحصل طفح جلدي وبيحصل حاكة في الجسم وبيحصل بعد الأحيان سيلان في الأنف الحالات الكبيرة بيحصل ضيء في التنفس وعدم من تضام ضربات القلب واحيانا بعض الحالات الندرة جداً بتقدي إلى الوفاة لو ما تلاحقش بسرعة بتقدي إلى الوفاة فالحالات البسيطة بنتهي لأنت يستمينك اللي هي مضادات الهستمين طيب والطفل لما بيكبر بيفضل الموضوع ده مكمل معاه ولا ممكن حالته بتتحسن شوية حوالي 80% بيتحسنه مع الوقت لوحديهم خاصة مع بعض الطائمة و20% بيتستمر معهم الحالة ديت فهو بيبقى عارفي يعني بيعرف ان هو مثلا حساس لنوع معايم الألبان او نوع معايم من البكوليات بيبطل ياخدها طيب احنا دايما بنقول الوقاية خيره من العلاج هل النوع ده من الحساسية ممكن يتم الوقاية منه هو الوقاية منه ان احنا بنعرف النوع اللي الطفل حسس لي بس فقط لغير طيب يعني الامهات اللي عارفة انه اطفالها عندهم اي نوع من الحساسية زي الانواع اللي احنا اتكلمنا عليها دلوقتي حضرتك بتنصحهم بايه ازاي يتعاملوا مع اطفال بنصحهم اولا ان هو يجرب طعامة مع الطفل هو صغير في اول مرة تجريب ان هو بيدي له كذا نوع من الاطعامة في نفس الوقت ويشوف هل الطفل بيتحسس منها ولا لا لان بعض الاطفال بتحسس منها في السن الصغير لما بيكبر بعد كده مبقاش حساس لها لان الجسم خلاص بيخد عليها وعمل انتيبوز ضده بالنسبة لبعض الاطفال طبعا بتبقى الحساسية شديدة خاصة بعد شو ناس بيجي لحساسية فجأة فجأة ديت اه بس ديت حالات ندرة بيحصل بقى ان الطفل بيحصل له كيء بيحصل له طفح جلدي بيحصل له احيانا ديء في التنفذ فديت بتبقى الحساسية لها الخطرة شوية فلازم نتعامل معها بسرعة طيب شكرا جزيلا ليك ونتمنى ان كل الامهات اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي يكونوا استفادوا من هذه المعلومات القيمة ونتمنى انه ما يكونش فيه اي طفل عنده حسي واعتقد انه علاجها سهل هو علاجها سهل بس اهم حاجة نفرق بين حسيت الطعام وتسامم الطعام تسامم الطعام دايما يحصل بيحصل